بسم الله الرحمن الرحيم معكم معلمة شيما سالم الصف الثامن المادة الثقافة المالية درسنا اليوم قرارات الادخار لما نحكي احنا في قرارات الادخار معناته انا باعتمد اعتماد كلي على قرارين مناسبين في الادخار لهم اول شغلة بتكون عندنا الادخار تاني اشي عندنا الانفاق لما نحكي احنا عملية الادخار معناته انا بتوصل لعملية توفير لعملية ايرادات لعملية أنه يكون خزين معين ومبلغ فائض عن حاجة الإنسان في الأموال أما بالنسبة للإنفاق لما أنا بتحدث عنه بحكي عن مصروفات بحكي عن إنفاق على حاجات أساسية إنفاق على رغبات ممكن يكون عندنا من ضمن الإنفاق العجز المال سوف نتحدث عنه في الشرائح المتقدمة بنيجب نتعرف معدام إحنا طالف الصف الثامن لازم يتعرف على أهمية أو أهم المواد التي يستطيع الحصول عليها من خلال المصروف اليومي والحصول على الأموال إما بيكون يومي أو بيكون شهري أو ممكن يكون أسبوعي ويختلف والمصروف بين الطلاب حسب عدة أمور أهمها المرحلة العمرية للطالب ثاني شغلة القدرة المادية للعائلة ومن هنا بننتبه على شغلة مهمة كتير يجب أن يكون المصروف منطقي ومعقول بالنسبة للطلاب ومناسب للفئة العمرية بخط النظر عن الحالة المادية المرتفعة فلا داعي للطرف الزائد في مصروف الطلاب لأنهم في فترات حرجة ويستخدمونه بشكل خاطئ إحنا ما بننوه في هذا الموضوع على الذكور أكثر منهم على الإناث لأنه طبيعة الذكور أنهم يقومون على الخروج من المناسب بكثرة أكثر من الإناث ويطلبون عنها إلى الأموال بطريقة أكثر من هنا بنحكي أنه لازم التوعي تكون للأهل أن يكون مصروف الطلاب ضمن حاجاتهم الأساسية ومن هنا نتعرف على المورد الثاني للطالب ممكن يكون عندنا إما عن طريق أهدية أهدية من خلال عيد ميلاده وممكن تكون أهدية نتيجة تفوقه الدراسي الأهدية زي ما كلنا بنعرف مبلغ من المال يحصل عليه من الأقارب في العيدين أما بالنسبة للملاحظة الثانية اللي بتكون موجودة عندنا ففي فترات زمنية نقوم بتعليم أبنائنا عملية الادخار من خلال رفع جزء من المال للحاجات الضرورية له واعتماده على نفسه والتعلم والتوسع في مفهوم الادخار بنلاحظ كليتنا إحنا كأباء وأمهات إنه إحنا بنعلم ولادنا في فترة من الزمن أو في فترة من أعمارهم على عملية الادخار مش معنى هذا إنه إحنا بنقنن عليهم في الأموال أو ما بنعطيهم الأموال هذه إنه توفير زيادة لا ولكن إحنا بنحاول نعلمهم مفهوم الادخار بنخليهم في فترة معين من الفترات إنهم يجيبوا عندهم حصالة صغيرة لما بيجيبوا عندهم الحصال بيبقوا يبلشوا يحطوا من مصروفهم ويوضعوا في داخل الحصالة هاي بحيث يدخلوا أكبر قدر ممكن لتلبية رغباتهم الإضافية ويشيلوا نوعا ما عن كاهل أهلهم في مصروفاتهم ورغباتهم في أثناء تحقيقة من هنا منوصل عنا في الادخار إلى مفهومين رئيسيا اللي هم معنا الفائد المالي ويكون من خلال انخفاض في النفقات اللي هي المصروفات عنا عن الدخل ويكون الإراد أكبر من المصروفات أما بالنسبة للعجل المالي يكون من خلال زيادة في النفقات عن الدخل ويكون الإراد أقل من المصروفات ومن هون يكون بنعمل مدخلنا لدرسنا التالي اللي بيكون يتامن عنا له قرار حافظ عنا على مالك لما بنيجي بنحكي إحنا حافظ على مالك كيفية الحفاظ على المال يكون عنا بعدة طرق من أهم هذه الطرق اللي هي بنعرف أنه بطاقة الخبير رقم واحد اللي هي بتحكي لنا كيف أنه من حافظ عنا على المال بيكون الإدخار في المنزل من خلال واحد إدخار المال في علبة معدنية اللي هي الحصالة تنين إدخار المال تحت الفراش ممكن يحطوا الإنسان بشكل عادي تحت المخدة اللي هو بينام عليها أو تحت فشة التخذ كانوا الناس زمان يستخدموها وضع المال في درج المكتب يكون إليك جرار صغير في مكتبك إنه مفتاح بتحط فيها الأموال اللي بحوستك وضع المال في غزانة الملابس ممكن تحطها في أسفل رقم الملابس وضع المال ولكن لكل بطاقة من هؤلاء البطاقات سلبيات معينة أول بطاقة سلوبية ممكن تكون سهلة التعرض للسريخة وتعرض البيت عنا للحريق تاني بطاقة خبير ممكن تكون عنا الحساب الشخصي في البنك ويكون ذلك من خلال وضع المال في خزانة مغلقة في مكان آمن في البنك نعرف كل ياتنا إنه في البنوك في خزائن إلها أبواب مسكرة من الحديد ممكن نحتفظ عنا بالأموال داخلها بحيث إنه بتشرف عنا عليها الحكومة وبكون في عنا أنواع مختلفة من الحسابات ممكن تكون حساب تجاري حساب توفير حساب للإدخار نفسه بحيث إنه بتدخر عنا تحت بنود معينة وشروط معينة ولكن كل بطاقة حكينا من الأول إلها سلبيتها سلبيتة لنا بطاقة الخبير عنا في الحساب الشخصي في البنك فرض رسوم عنا على معظم المعاملات الموجودة بغض النظر كنت أنا بدي أسحب عن طريق الصراف الآلي أو من داخل البنك بيقوموا عنا بفرض مبلغ معين وهرسوم عملية سحب أو إيداع للمبالغ الموجودة عنا طالت بطاقة له من بطاقة الخبيرة وهي نادي الإدخار نادي الإدخار بيكون عنا على نمط نادي أو جمعيات معينة تقتصر عنا على الأصدقاء أو الأهل بيكون هم بين بعضهم لدى كل واحد سجل عن ودائع الحساب بيكون كل شخص عنا بيودع مبلغ بيكون عارف عن جميع أعضاء النادي القواعد الخاصة بسحب المال ولازم يحدد أعضاء النادي الرئيسيين في تحديد وسحب عنا الأموال ابني جي منحكي السلبيات إنه جميع الأفراد في حساب واحد في البنك وهذا يؤدي إلى الخلافات ونزاع من يمفوض في الشركات هذه على الأغلب نادي الإدخار ممكن أغلبهم بيستخدمها في الشركات عنا المشترك حكينا إنه من السلبيات اللي بتقوم عنا أن جميع الأفراد في حساب واحد في البنك هذا يؤدي إلى الخلافات ونزاعات هذا أغلب بيكون عنا في الشركات اللي بيكون عنا حساب مشترك أكتر من شخص بيكون عنا مفوض بالحساب معناته بصير عندنا فيه خلافات ونزاعات بشكل كبير متواجد عندنا رابع بطاقة خبير وهي البطاقة الأخيرة اللي هي بربط المدخرات والاعتمال عن طريق الجمعيات ذلك احنا بتحسه بالمجتمع عندنا المحلي دايماً بيكون لأنه بتكون عبارة عن جمعيات ممكن عندنا من خلالها استخدامها لهدف معين بيكون مجموعة من الأصدقاء والأقرب بيدفع عبارة عن مبلغ معين في نهاية كل شهر للحصول عندنا على مبلغ ادخار كبير ولكن أهم السلبيات اللي بتكون موجودة فيها عدم الحصول عندنا على الأموال فورية في حالة الحاجة عندنا لها لأنه تصل بالتتابع لكل شخص في كل شهر ولا يستطيع الإنسان الحصول عندنا عليها بمقدار معين أو في فترة زمنية محددة بحيث أنه يحتاج المال تسد احتياجاته المطلوبة ولكن إله تاريخ معين في شهر معين بالاستلام فيها والتزامه بتكون فيها نوعاً ما إما شهري أو بيكون عندنا أسبوعي ومن هنا منتوصل يا تامل على أنه أفضل طريقة لحفاظ عندنا على المال هي البلوك من خلال أنه البنك له أهمية كبيرة اللي هي تمويل المشاريع المختلفة الذي يعتمد عليها نشاط الدولة تسهم في تطوير العمليات الاقتصادية والترجارية في أي دولة وآخر شيء منتعرف عنه عليه طرق التعامل مع البنك من خلال التعامل معها لأساس العقود أو الدفع المؤجل يعطيكم العافية وأتمنى منكو حل أسئلة الدرسين شكراً لحسن استماعكم شكراً لدينا اشتركوا في القناة